موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتنا لحضرتكم كل عام وحضرتكم بخير مبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المبادرات اللي أطلقت خلال السنوات الأخيرة مبادرة بالأساس هدفها رفع حياة المواطنين بالزاد في المناطق الفقيرة في المناطق الأكثر احتياجا بالنسبة كمان لشرائح مجتمعية هي في أمثل حاجة لكتير من الدعم الحقيقة أن القيادة السياسية الحالية منذ أن جاءت إلى سدة الحكم في مصر وهي معنية بفئات اجتماعية مهمة الحقيقة زي المرأة المعيلة زي أصحاب المعاشات زي الأطفال بلا مقوى زي توفير الحقيقة حياة إنسانية وآدمية للمصريين الحقيقة أن القيادة السياسية كانت في وقت من الأوقات ومنذ بداية توليها غير راضية أبدا عن ما وصل إليه حال المواطن المصري في السنوات الأخيرة من هنا كريمة لكل المصريين مبادرة حياة كريمة هذه المبادرة الرئاسية الهامة يمكن صحيح بدأت مع شباب البرنامج الرئاسي لكنها استطاعت بعد تبني السيد الرئيس لها أن تكون مشروع قومي ومجتمعي يستهدف الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا النهاردة سؤالنا هيكون معنا في همزة واصلة عن شهر رمضان أو خلال شهر رمضان كيف تؤدي حياة كريمة درها المجتمعي في المناطق الأكثر لاحتياجا إجابة السؤال بعد متابعة هذا التقرير واصل الدولة توفير المواد الغذائية للمواطنين في إطار تنفيذات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كهل المواطنين الأكثر احتياجا والفئة الأولى بالرعاية مؤسسة حياة كريمة أعلنت نجاح قوافلها في توزيع المستهدف من المواد الغذائية بكافة محافظات الجمهورية فضلا عن مواصلتها في تقديم ما يلزم للفئات المستحقة وأشرت المؤسسة إلى وجود فرق رصد ميداني ومتطوعين بحياة كريمة يبلغ عددهم ثمانمائة وخمسين فرقة في كافة المحافظات بإجمالي تخطى تسعة ألاف متطوع وتقوم فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة بدور كبير في حملة المليون كارتونة ذلك بالإضافة إلى جهود ومتطوع الجمعيات في كافة المحافظات لتحديد الفئات المستحقة حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل صناديق الحماية الاجتماعية وتخزينها ثم توزيعها على المستحقين في كافة المحافظات خلال شهر رمضان وتأتي قوافل وصل الخير ضمن حملة المليون كارتونة في إطار إيمان مؤسسة حياة كريمة بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر فقرة بالمحافظات كافة بالشاركة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين من جديد أهلا بحضراتكم والحديث ممتد ومستمر مع مبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية بدأت من البرنامج الرئاسي أو شباب البرنامج الرئاسي فكرة طموحة وحالمة بدأت معهم لكن تبنتها القيادة السياسية تبناها السيد الرئيس وأصبحت واقع على الأرض على الهاتف خلوني أرحب بضيفي الكريم مهندس محمد ربيع منصق مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أستاذ محمد أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً وسهلاك طيب أهلاً وسهلاً وسهلاً بالسدى المشاهدين كلهم الحقيقة بشمانس محمد القيادة السياسية قد كده مهتمة برفع مستوى المواطنين المصريين على اختلاف شريحهم الاجتماعية لكن في النهاية هي معنية جداً بتوفير حياة جيدة للمصريين مبادرة حياة كريمة هي مبادرة بدأت من شباب البرنامج الرئاسي وتبناها السيد الرئيس حضرتك منصق حياة كريمة وأيضاً خريج البرنامج الرئاسي النهاردة وانت شايف حلمكم واقع ملموس على الأرض شايف ده ازاي أكيد ده مهرج بتؤذي للموضوع كله بدأ فكرة الفكرة النهاردة تحولت لمشاه قاومي أخير نقول هو أكبر مشاه قاومي وتنموه على المستوى العالم كله في القرن ده زي ما ثمت أصنفه عالمياً نعم الفكرة بدأت زغير خالص إننا عايزين نعمل حاجة السادة الزملاء نعلي الصوت لو سمحت نعم إننا عايزين نعمل حاجة في الريف زي ما بنشوف التطوير بيحصل في كل قطاعات زي ما بنشوف مدن جديد على الأعلى مستوى الريف فين بدأت الفكرة من إنها كبنها في خامة الرئيس وبدأنا نحط التصور بتاعنا الفكرة بدأت تكبر من تصور مثلاً لبعض الكرة لا لا عايزين نضبط جميع كرة الريف نعم طب عايزين مشروعات صغيرة لا عايزين نطور تطوير شامل لحد ما وصلنا نهاردة الحمد لله للمشروع القاومي اللي بالشكل ده يعني يمكن حتى كنا لسه بنكلم جميعون بيقول إحنا من سنة كنا بيقول خطط وتصورات ومخترحات نحن نهاردة لأ بنتكلم في مشروعات بيتم تسلمها بنتكلم في المشروعات هيتم تشغيلها زي لأ النهاردة بقى في نتيجة وبقى في حاجة نشايفينها قدامنا نعم أهم ملامح حياة كريمة إيه اللي حياة كريمة بتقدمه يعني إذا تكلمنا مثلاً عن محافظة المنوفية نموذجن أستاذ محمد أو مهندس محمد إذا تكلمنا عنها نموذجن بتبتبي الفكرة منين أو إيه اللي بيحصل على الأرض فعليا هل الأول بيتم عمل مسح للأسر المحتاجة وبعد كده إيه نوعية الاحتياج يعني إزاي بتتم وإيه المراحل المختلفة اللي بتتم وصولا لإنه يكون هذه القرية أو هذه البقعة من المحافظة استوفت كل الاحتياجات تماما إحنا ما نشتغل في أي قرية إحنا لدينا محافظة نفية تخزينا المحافظة الأولى عندنا 81 قرية في مركزين الاتنين وهو مركز الشهد ومركز أشمول إحنا بنشتغل على ثلاث محافظة رئيسية في جميع الكرة طبعا المحور البنية التحتية اللي هو الصرف الصح والمية والغاز والاتصالات والكهرباء ورأس الطرق وبعدين محور الخدمات أو محور المتشاة الخدمية وإذا مجمع الخدمات والمجمع الزراعي والشباب برياضة الصحة المدارس تبطين التراع الكباري وعدد كبير المشاريع ومجمع الأمة وطفولها كتير عندنا المحور الثالثة وهو محور بناء الإنسان ده بنشتغل فيه على مجموعة من الفعاليات اللي مؤسسة هكريم كتبناها زي التحول الرقمي زي سكن كريم محور سكن كريم اللي هو تأهيل المنازل لأهالينا المستحقين زي قافل الطبية زي عدد كبير من الفراج زي كطار وصل الخير اللي كان شغلنا عليه دلوقتي بتاع كالاتين مساعدات فعدد كبير من المحور أو من الفعاليات بنشتغلها في محور بناء الإنسان طبعا كل الكرة أو جميع الكرة اللي هنشتغلنا عليها في المرحلة الأولى الواحدة 80 قرية بنشتغل عليها بكل الحاجات دي بجانب طبعا يعني فيه فعاليات هنشتغل على جميع الكرة مش كرة للحياة الكريمة بس يعني عندنا المرحلة الأولى عندنا مركزين اثنين لما جاء نشتغل كتر وصل الخير مثلا أوقافي الطبية هنشتغل على جميع كرة حتى المراكز اللي مش معنا في المرحلة الأولى يعني هل المحافظة الواحدة نفسها بتقسم ليه أكتر من مرحلة طبعا إحنا عندنا المباطرة عبارة عن ثلاث مرحلة كل مرحلة مدتها سنة هنحنأخذه إن شاء الله بإذن الله 1 سبعة جاي اللي هو خلال شهرين بنبدأ المرحلة الثانية بتاعتنا عندنا في المنوفية كمان ثلاث مراكز واسنى المنوف والبجور دور في المحافظة التالية إن شاء الله وعندنا المرحلة التالية بعدها بسنة كمان بإذن الله فكذا انتهينا من المحافظة بالكامل المحافظة يا فاندم هنا حدث بتقول إنها تلات مراحل المراحل بتقسم يعني مرحلة أولى للجزء ده من المحافظة المرحلة التانية للجزء ده وكذا ولا بتقسم ولا بتقسم من حيث الخدمات اللي بيتم تنفذها فعلا على الأرض إن المرحلة الأولى مثلا فيها بدخل مية وصرف السحي المرحلة التانية بشوف تعليمه بنية تحتية المرحلة لأ إحنا عدنا المرحلة تقسم على القرى يعني المرحلة الأولى مثلا مركز الشهد وعشرون سنة للسنة دي بنقدم جميع الخدمات اللي حاكمنا فيها في المركز اللي اتنين يعني المرحلة يعني المرحلة الأولى فاندم بيتم فيها كل الخدمات بالتوازي بالزبط نعم عندنا كل المرحلة ناخد مجموعة مراكز بمجموعة قرى بيتم عمل جميع الخدمات فيها للمرحلة نعم تمكين الشباب هو أيضا واحد من الأهداف اللي بيسعى إليها لسيد الرئيس واللي بيأكد عليها في كل أحاديثه إلى أي مدى حياة كريمة في المنوفية أيضا وفي كافة المحافظات لأنه الخطة واحدة يعني إلى أي مدى حياة كريمة قادرة على أن تخلق حالة من حالات التمكين وتفريغ طاقات الشباب في الخدمات المختلفة اللي بتقدموها من خلال حياة كريمة يعني خلالي أنا أحرك يعني مين كان يحلم أن مشروع قومي بالضخامة دي بالقواتية يكون نهاردة واقف عليه الشباب يعني طبعا بتعاون مع الجهز التنفيذي بتعاون مع كل أجازة الدولة من الفكرة تبدأ كده من الشباب ويعهد إلينا بمتابعة المشروع القومي بالكامل إن إحنا لعدين لحد أخر مشروع بيتعمل بنفكر و بنخطط و بنتابع النهاردة عندنا متطوعين لمؤسسة كريمة في جميع كرة مصر تقريبا المتصوين دولة واقفين بيتعملوا مشروعاتهم بيشوفوا بنشوف الحجم بيكبر قدامنا عمل إزاي لينا رأي في كل حاجة بتتعامل لأ طبعا مين كان يحلم بك لأ وإحنا عمرنا مكون نحلم إن هناخدوا الفرصة دي من وجهة نظرنا وطبعا واللي سمعناها في خامة الرئيس والتمكين الأساسي للشباب مش منصة التنفيذية فقط أو مش دي الخطوة رأسية التمكين الحقيقي إن إحنا نعرف إليه على الأرض الأول النهاردة ما إحنا نزلنا فيها كريمة في أول ما نزلنا فيها كريمة إننا في درس الواقع على الأول و بنخطط كنا بنتكلم من منطلق الحاجة إحنا شايفانها لأ لما نزلنا نشتغل على الأرض إحنا بقنا سنة ومسق أو سنة ومسقين يعني إذا ما بنقول مرميين في الشارع لأ شفنا الأرض فيها إيه شفنا الناس محتاجة إيه شفنا البلاج محتاجة إيه لا رؤيتنا خلال السنة ونصف اللي فاتوا من بداية الحياة الكريمة تلف التمامل فهو التمكين حقيقي كده التمكين حقيقي إننا نحن نبقى عارفين الأول إيه المشكلات اللي موجودة في البلد إيه الواقع اللي موجود عندنا إيه احتياجات البلد و بناء نبدأ نخطط ونفكر ونجرس في السلام ده كل فهو ده بداية التمكين حقيقي أي شاب عائد يعمل حدث مصر نعم مهندس محمد ربيع منصق مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شرفتنا شكرا جزيلا في نفس السياق أيضا لكن هذه المرة من محافظة الغربية دكتورة زينة بسامي منصق عام حياة كريمة بالغربية أهلا وسهلا دكتورة أهلا بحضرتك يا فاني ومحضرتك يا فاني ومحضرتك يا فاني ورمضان كريم الله أكرم يا فاني معايير تحديد الأسر المستحقة للدخول في مبادرة حياة كريمة بنختارهم إزاي طبعا كلنا عارفين أن الأسر اللي هي الأكثر استحقاقا بتندرج تحت معايير معينة نعم دايما بنتكلم أن احنا أي مركز بندخله بنطبق عليه معايير الفقر وده طبعا بيندرج تحت مثلا مستوى دخل معين للأسرة عدد أفراد الأسرة قد إيه اللعائل للأسرة هل إذا كانت سيدة أم رجل هل السيدة دي إذا كانت مطلقة أو أرملة فكل ده بيخلي فيه عندنا أولوية من الأسر الأكثر استحقاقا اللي نقدر نعمل لها أي تدخلات نعم حملة مليون كرتونة تم إطلاقها مؤخرا الحقيقة لتخفيف عن المواطنين قبل دخول شهر رمضان إلى أي مدى شايفة حضرتك أنها أرضة المواطنين على الأقل ساعدتهم على أنهم يدخلوا للشهر الكريم وهم أيضا في حياة كريمة طبعا كلنا عارفين أن في مصر الدنيا كلها بتقوم بتكاتف الجهود سواء كانت من مؤسسات المجتمع المدني أو عموما من جهات الدولة المختلفة كون أننا في ظل الظروف العالمية والاقتصادية اللي هي بيسودها ارتفاع الأسعار والغلاء أننا نبدأ ننزل لمواطنين ونقول لهم إحنا جايبين لكم كرتونة فيها بعض المواد الأساسية اللي بنحتاجها في الشهر الكريم ده بيخفف عدء كبير جدا عن السوق المحلي اللي هو هيبتد أن يكون فيه بعض السلع المعينة اللي هيكون فيه عليها منافسة وإقبال شديد فبالتالي الأسعار هتبتد أنها ترتفع أكثر مجرد نزول مليون كرتونة للسوق المصري أو عموما لأهلينا المستحقين هيقلم كتير جدا عن مسؤولية الدولة الجام هي توفر بعض السلع الغذائية فبالتالي مش هنقدر أننا مش هيكون فيه بقول فيه حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار فأعتقد أن الكرتونة حتى لو هي هنقول أنها مش هتقعد وقت طويل بس شوية هتخفف في حتة ترتفع الأسعار صحيح صحيح طيب بالنسبة لمحافظة الغربية دكتورة زينب أهم ما تم على الأرض فعليا طبعا في مبادرة حياة كريمة أهم ما تم على الأرض فعليا في محافظة الغربية إحنا عندنا في مبادرة حياة كريمة بالنسبة للمواد الغذائية كنا احنا أكثر حظا لأن كان مصيب الغربية عبارة عن 200 ألف كرتونة كانت هي القافلة الغذائية الأكبر على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة الغربية في خلال الفترة الأخيرة لما نقول عندنا كان فيه مثلا مركز المحل واخد 52 ألف كرتونة مركز صنطة 48 ألف كرتونة مركز زفتة 24 ألف كرتونة الصنطة كفر الزيات حوالي 16 ألف كرتونة بسيون وقتور 12 ألف كرتونة فالأعداد عندنا كانت مرضية جدا إن احنا نقدر نوصل بيها لكل منطقة ومش هقول لكل عزبة وكفر ونجع قدرنا إن احنا ننزل وإن احنا نبتدي إن احنا نوصل الكرتونة لأحالينا المستحقين مبادرة حياة كريمة هنا وفيما يخص بالذات كرتين رمضان فيها تعاون ما بين الدولة وما بين مؤسسات المجتمع المدني حتى كمان في الجوانب الأخرى الخاصة بحياة كريمة إنما فيما يخص كرتين رمضان تحديدا إلى أي مدى القطاع المدني أو الهيئة عفوا مؤسسات المجتمع المدني كانت مشاركة بشكل إيجابي وفعال مع حضراتكم سواء بالكرتين نفسها أو حتى بمسألة التوزيع احنا أول ما نزلنا بالقافلة الغذائية كانت بالتعاون مع شركة الصافي الصافي كان هو الداعم الأساسي إن احنا يبتدي للغربية نزلها 20000 كرتونة نعم كان دور المجتمع المدني معنا عظيم بأننا قعدنا مع الاتحاد الأقليمي للجماعيات وبدأنا إن احنا نشوف كل جماعية في كل قارية حتى في كل عزبة عشان تقدر تعمل لنا حصر بأهلنا المستحقين في المكان ده وتبتدي إن هي تياخد الحصص بتاعتهم ونبدأ لنزلهم فعلا على أرض الواقع عن طريق متطوعين حياة كريمة وعن طريق الأهالي عن طريق اللي هم بسؤول الجماعيات علشان نقدر نوصل الكرتونة لكل حد من أهالينا نعم دكتورة زينب مين اللي أقول عليه مستحق؟ حضرت تعلمي جيدا ويسمحني لمشاهد الكريم إنه في بعض الأحيان هناك من لا يستحق هناك اللي عنده ما يكفي وإنه هناك أيضا من يحتاج أكتر من الآخر يعني بالتأكيد فيه أولويات بالتأكيد إنه فيه أشخاص أكتر احتياجا من أشخاص آخرين من هو الذي أقول عليه أنه يستحق؟ عشان بس أتأكد أنا كمشاهد أو أتأكد المواطن إنه هذه الخدمة وهذه الرعاية تذهب إلى مستحقيها بالفعل حضرتك عارفتنا في عندنا قاعدة بيانات الفقر للدولة الشغالة عليها اللي هي أصلا قاعدة بيانات تكافل وقراءة نعم في البداية احنا حطينا القاعدة دي قدام عينينا كويس جدا قلنا إن أول شيئة لازم تكون لها الأولوية هي قاعدة تكافل وقراءة ولو حضرتك بتكون مثلا ساكنة في منطقة معينة المنطقة دي بيكون قائم عليها جمعية معينة الجماعة دي بيكون عارفة مين الأسر الأقصر في تحقاقها مين السيدة الأرمالة اللي بتصرف على أولادها ومفيش غير مثلا معيه صغير جدا أو مفيش أصلا مصدر دخل مين السيدة المطلقة اللي برضو لها مصدر دخل قليل جدا أو مفيش مصدر دخل مين الأسر اللي هي بتاعة العمالة الغير مؤقتة أو تمام من عمالة المؤقتة بدأنا إن إحنا نشوف إيه أكثر أسر عندها ظروف اجتماعية واقتصادية معينة بدأنا إن إحنا نضخ لها هذه المساعدات الغذائية نعم أنا طبعا ما نكرش إن إحنا طبعا في بعض الأسر مش هقول ميسورة الحال متوسطة الحال بدأنا إن إحنا نوصل لها الكرتولة هنقول ترع بند العمالة العمالة اللي هم في أي منشآت حكومية أو غيره لإن إحنا كان الخير عندنا كتير إدرنا إن إحنا نراضي عدد كبير جدا إدرنا إن إحنا كمان نشوف طبقة العمالة اللي هي اللي إحنا كلنا بنقول عليها اللي هي عمال النظافة وغيره في المنشآت الحكومية عشان خاطر نبدأ نقول لهم رمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين ودهدية من السيد الرئيس لحضراتكم محافظة الغربية محافظة ليست صغيرة ولكنها الحقيقة محافظة ممتدة وأيضا بتربط يعني هي في منطقة وسطة كده يعني ما بين كذا محافظة أن يتم التعامل أو أن يكون هناك مسح لهذه المساحة الكبيرة من الأرض وتوفير الخدمات لها هذا ليس بالأمر السهل وحضر أشارتي سريعا في حديثك وأنا شوية عايزة أعرف عند النقطة دي أشارتي حضرتك سريعا إلى الشباب المتطوعين في حياة كريمة وأنا بالتأكيد حب أعرف جدا الدور اللي بيقوموا بيه كمتطوعين في حياة كريمة والدور اللي نرفزوا بالفعل في محافظة الغربية أنا يمكن بقول نجاح أي فعالية في نجاح القائمين عليها نعم كان دايما من الركيزة الأساسية في نجاح المبادرة عندنا أو الفعالية إننا عندنا كمية كبيرة جدا من المتطوعين المنتشرين في كل العزب والكرة وحتى المدينة في كل شبري منها أي فطبعا أنا لما بيكون معي متطوع واصل لأقصى مكان في الغربية بدايتها شرقها غربها بنقدر طبعا إن احنا في البداية وقت الحصر بتاع أهلينا بيكونوا هم كمان موجودين في وقت الحصر علشان خاطر نقدر نقول إن احنا عندنا قارس بيانات مستحقة لما وصلنا لهم بالكارسون نقدرنا إن احنا نوصل لحد بيوتهم علشان خاطر إن احنا نقدر نقول لهم كمان حضراتكم ما تتعبوش نفسكم احنا ممكن كمان نيجي لحد عندكم ووصل لكم حاجة بالمتطوعين بتولا حتى لما كان بيكون في بعض التلياوزيات المعينة في إن اسم غير مستحق أو غيره كنا بنبتدي إن احنا نجنب الاسم ده على جنبه ونبتدي إن احنا نشوف مين أكثر استحقاقا في هذا المكان عظيم أعلم إن حياة كريمة كمبادرة رئاسية مهمة لها خططها الواضحة يعني احنا هندخل على القرية الفلانية هنشتغل مية وصرف صحي وتسقيف وبيوت وصحة وتعليم وتنمية بشرية يعني هنشتغل في جوانب كتير بنفس الخطط يعني لكل القرى المستهدفة من حياة كريمة على كافة المحافظات إنما هل بيختلف ترتيب البرامج أو أولويات البرامج في مبادرة حياة كريمة من المحافظة الأخرى يعني هل مثلا في قرى في المحافظة الغربية هي بالأساس محتاجة مية الأول أو مثلا في القليبية محتاجة صرف صحي الأول أو في محافظة أخرى محتاجة تعليم الأول أو هي خطة صدتة تنفس بشكل واحد على كافة المحافظات الجمهورية عندنا حياة كريمة أول ما بدأناها في محافظة الغربية عندنا في حياة كريمة أول ما بدأناها في محافظة الغربية بدأناها بمركز زفتة بمركز زفتة كان يبدأ عن 54 قرية و88 تابع دي جمهورية زفتة جمهورية زفتة كان للأسف إحنا في القرن ده وكان لسه فيها بنقول 38 قرية مخدومين صرف و18 قرية غير مخدومة تماما سيكون إن إحنا نقول هنبدأ في 16 قرية دمت نعمل بالوقت عند خلهم الصرف و38 قرية الثانيين هنبتدي نعمل مادة وتدعيم لإن حضرتك عارفة إن أي قرية لو هي كانت زمان حجم صغير كده بالعشوائيات والامتدادات اللي بدأت تظهر فنلازم ندخل الامتدادات دي ونبتدي إن إحنا نعمل لها مادة وتدعيم فطبعا بدايتنا كانت لازم تكون البنية الأساسية بدايتنا صرف طبعا الميا إن إحنا نقدر نوصل لكل بيت ما فيهوش نقطة ميا نقدر إن إحنا نوصله الخدمة فكان عندنا عدد 200 و 2 مشروعات مياه شرب كان لازم إن هي كلها تتغطى طبعا حضرتك عارفة كترتيب بنية أساسية في الأرض إحنا الأول بنحط الصرف ومياه وبعد كده بنحط طبق اللي هو الغاز فالغاز طبعا إحنا كنا دايما بنقول إن الغاز مقتصر على أهل المدن إحنا دلوقتي حالا بنقول إن إحنا في عندنا كرة الزفتة الغاز وصل لهم وهم حاليا نشغلين بيه هاي إحنا دلوقتي هما بيستخدموا الغاز اللي هو الغاز الصبيعي آه هنتكلم كمان الكهرباء حضرتك تعرف إن الجهود المتوسط والمرتفع كانوا دايما بيعملونا مشاكل صحية دلوقتي إحنا بدأنا ندفن الكابلات ديًا ونقطعها في بطل الأرض عزيم آه طبعا في عندنا اللي هي الكابلات اللي هي السلاط اللي هو الفايبر أوبتيكس هم كنا دايما بنشيك إن سرعة النس ضعيفة وإن إحنا دايما كأهل كرة مظلومين وحالنا مش زي المدينة وغيره دلوقتي بدأنا إن إحنا نعملوهم نس فائق السرعة فأعتقد إن ديًا بالنسبة لهم كانت حاجة لأول مرة بيلمسوها فكانت حاجة عظيمة جدًا آه كل البنية الأساسية دي طبعا بتتعامل في أي مكان إلى جانب لو إحنا عندنا طبعا منشآت خاصة بالصحة بنبتد إن إحنا نعملها على نظام التأمين الصحي الشامل هم عندنا 84 مشروع خاصة بالتربية والتعليم لوحدهم نعم القرية اللي كنا بندخل ونشوف فيها مشاكل مع الشباب والرياضة اللي هو إحنا مش لقيين ملعب مش لقيين مبنى إداري إن إحنا نبتد إن إحنا نقول الشباب في القرية ديًا هنقدر نوظف توفروا ملعب أول آه يتم منعشة وزارة الشباب والرياضة وتوفير ما تحتاجونه يعني فبدأنا نعمل لهم حوالي 29 مشروع لوحدهم في زفتة آه مشروعات اللي هو حتى كمان الإسعاف لما جينا نقول الإسعاف في زفتة أخباره إيه قلنا لإحنا محتاجين تمام نقطة ثابتة في زفتة علشان خاطر نقدر نغطي خدمة الإسعاف كويس جدا آه لو حضرتك تسمعي عن إن بقى فيه حاجة زي شباك موحد كده المواطن يدخل بدل ما كان بيلف على خدمات حكومية كتير بقى فيه عندنا حاجة أسمعها المجمعات الخدمية المجمع الخدمي ده أدخل ألاقي فيه لو حب مركز تكنولوجي ألاقي فيه لو حب شؤون اجتماعية هلاقيها سجل مدني وأوراق وتخليص ورق أخباره إيه دي أصعب حاجة كل حاجة هتتم إن شاء الله من مبنى واحد اللي هو إتم مجمع الخدمات أيوة دي عندنا كمان المجمعات الزراعية البطارية ودي الأول مرة بنعملها أهلنا الفلاحين بدل ما كانوا بيروحوا في مكان ما معين مثلا نقول البتاع الوحدة الزراعية أو غيره هنقول إن هو ممكن يروح يخلص كل حاجته من المجمعات الزراعية البطارية اللي بياخد فيها خدمة الإرشاد الزراعي وهي الخدمات البطارية اللي هو عنده حيوانات أو غيره نعم طبعا مش هننسى المشروع الأعظم على الإطلاق مشروع القرن اللي هو تبطين الزراع كان لنا نصيب في عندنا 34 ترعا إن هو يتم العمل عليهم بدلنا حد دلوقتي في 12 ترعا بنعمل لهم تبطين وتأهيل نعم طبعا كل ده ولسه برضه عندنا كباري بنعمل لها سيانة وبنعمل لها إنشاء عندنا السكة الحديد كل المحطات بتاعتنا اللي هي داخل زفنة زفنة نعمل لها تجديد لو جينا نتكلم كمان على مكاتب البريد عملنا لها في المؤخرة مطفرة كده فيها كلها تحديثات وتجديد وسيانة بعد ما هنعمل ده كله حضرتك عارفة إن كانت عندنا ملفة مساكن كريم لو حدث كمان أهلين اللي بيوتهم كانت مدهزمة وتهلكة وكانت غير أدمية بالمرة سيادته يوجه بإننا نبتد إن احنا نعمل لهم حياة كريمة نعمل لهم مساكن كريم فإحنا عملنا بالفعل حصر لكل أهلين المستحقين لسكن كريمة وفي انتظار الإشارة لبدء التنفيذ عظيم عظيم طبعا حضرتك برضو لو حدث كانت سافر قبل كده كرة كنا هنعرف إن الإشارة بتاعت الموبايل بتبقى ضعيفة في مناطق معينة وغيره بدأنا إن احنا نعمل خطة عموما لأبراج المحمول هتتعمل إجاية هتعملوا إيه مع مزلقنات السكك الحديد أمام القرى؟ ده دي يعني مشكلة صعبة جدا معنا قلت حضرتك احنا في عندنا ثلاث مشروعات خاصة بالفكة الحديد بدأنا إن احنا نعمل فيهم سيانة وتطوير للمزلقنات أو عموما المباني والإنشاءات اللي هي خاصة بالفكة الحديد نعم دكتور زينة بسانمي منصق عام حياة كريمة بالغربية شرفتينها شكرا جزيلا كنت شكرا لحضرتك يا فاند شكرا لحضرتك أشكري الحقيقة أنه السادة مشاهدين الكرام بيتواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك والحقيقة أنه فيه ردود أفعال جيدة جدا كل ما بنترح سؤال أو على يعني يوميا بما أنه همزة واصلوا مع حضرتكم يوميا بنطرح يوميا سؤالنا والنهاردة كان سؤالنا عن حياة كريمة وكيف استطاعت الدولة أن توفر حياة كريمة ومناخ مجتمع يليق بالمواطن المصر الحياة كان فيه مجموعة بين ردود الأفعال الجيدة للغاية هنتبعها مع حضرتكم واسمحوني أقرأ بعدها أستاذ كمال صالح طريق لمساعدة الأكثر احتياجا وحفظ الكرامة من ظل السؤال عظيم أستاذ محمود الضوي نعم نعمل على تعمل قوافل وصول الخير ودائما أهل مصر بخير وكرامة وعزة نفس الحمد لله مستورة وصول الخير ضمن حياة كريمة لرفع الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا نعم بالتكافل والتعاون كأبناء شعب واحد مع قوتنا المسلحة جيش مصر العظيم ومن الدولة المصرية بتوجيهات من رئيس الجمهورية ابن مصر البار الرئيس الإنسان دائما يدعم أبنائه وإخواته وأسرته من فئات الشعب الأكثر احتياجا رفع الأعباء عنهم لأن السيد الرئيس واحد مننا عايش زينا حاسس بينا يعلم إيه اللي عندنا واحد من الأسرة المصرية تحية للقوات المسلحة حافظ الله مصر وحافظ الله الوطن أستاذ محمود الضوي رسالة هايلة جدا شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أيمن رمضان الأنصاري نعم تعمل قوافل وصل الخير ضمن حياة كريمة لرفع العبء عن الفئات الأكثر احتياجا عدالة اجتماعية وتوزيع احتياجات على كل ربوع الوطن بأسعار متاحة للجميع شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ ناهد عبد الفتاح قوافل الخير تستهدف الكثير من الأسر الأكثر احتياجا وهي مبادرة إنسانية ودينية وعلامة مضيئة في العمل الاجتماعي الخيري نحن على أعتاب شهر كريم نتمنى أن تصل لمعظم الأسر تعتبر الأسعار الحالية صعبة على الكثير من الأسر وقدرتها على الإنفاق طوال العام تدخل الجمعيات والدولة لتخفيف العبء في رمضان مما ينمي الترابط المجتمعي وتحقيق مبادئ الإسلام في التكافل والتعاون ذلك ثوابه عظيم في غير الظروف الحالية فأكيد أن الثواب في ظل ارتفاع الأسعار أعظم ويكون له مردود اجتماعي أكبر تنظيم العمل الأهلي وما تقوم به الدولة للتوسع في زيادة أعداد الأسر يكون أكثر فائدة الحقيقة يعني ردود أفعال سيدة المشاهدين لطيفة للغاية شكرا جزيلا بالتأكيد لمشاركة حضراتكم معنا ولمزيد من المتابعة أيضا والتغطية لمبادرة حياة كريمة سيدنا أن يكون معنا أستاذ طلعت اسماعيل الكاتب الصحفي وتحياتي لحضرتك أستاذ طلعت سيدنا بخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين أهلا وسهلا يا فندم مشرفنا الحياة كريمة مش بس هدفها أنها ترفع العبء الاقتصادي عن المواطن إنما كمان لها أهداف أخرى أغلبها إنساني وأغلبها أيضا معناوي لكنه هام زي التعليم والصحة والصحة النفسية والصحة البدنية أيضا يعني تفاصيل أخرى كتير في رأي حضرتك إيه أهمية حياة كريمة وأين تتمثل نقطة قوة حياة كريمة يعني إحنا نقول من بداية المبادرة ما في 2019 يعني في عناية 2019 وحتى الآن يعني هذه المبادرة التي تستهدف تخفيف العبء على جاهل المواطن المصدي البطيط وعلى المناطق الأكثر احتياجا مرت بمراحل يعني المرحلة الأولى يمكن تستهدف تهدف كل في الإجمال تستهدف أكثر من 4700 قرية متجاعة على أنحاء الجمهورية بهدف يعني نقل هذه القرى من أوضاع يعني حل الفقر وعدم توفر الكريمات وما ينعكس من ذلك على حياة المواطنين نحن حتى الآن يعني ممكن ماشيين بخطوات إلى حد ما بدأت أثارها تنعكس طبعا هذه المبادرة فيها أكثر من شخص شخص بالتطوير التعليم وتطوير البينات التحتية وزعاية الصحية ويعني تقديم المساهمات التي تخسف عن كهل الناس بمبادرات كما نراها الآن مثلا ده اللي بيحسر في رمضان هو تطبيق مع وجود حالة ارتفاع الأسعار للناس يعني تطعاني منها ظهرت هذه المبادرة الآن في رمضان في توزيع يعني مساعدات عينية في الناس الأكثر احتياجا ولله وزي ممكن حضرتك بالتكلمة أو بعض من علق حوالين حوالين انه ده نوع من التكافل الاجتماعي والتكافل والحق يعني في شهر رمضان المبارك حبما الناس بتكون أكثر قربة من بعضها لبعض في محاولة التكافل عن بعضها وده يعني ده الجشفة الإنساني لحضرتك تتكلمي فيه وأعتقدت انه طبعا الدولة لها جهودها لكن شركاء الدولة من المجتمع المدني هم أيضا بيلعبوا أدوار حبما ليست حياة كريمة وحدها المبادرة التي تقدم رعاية فيما يتعلق بالغذاء مثلا في رمضان هناك جهات أيضا حكومية أو خاصة أو جمعيات أهلية بتحاول أيضا أن تمد يد العون في إطار يعني التخريف الأعباء وخاصة أنه يعني الموجات الأسعار التي يعني بتتغلب في ملتبات من هذا النوع أو لإنعكاسات خارجية كلها بتزود الأعباء وبالتالي المسارعة من جانب الدولة أو من المؤسسات المجتمع المدني أو الجامعات الأهلية هي يعني شيء يحمد ولابد أن احنا نشجع عليه لتوفير الحياة الكريمة اللي هي المبادرة نستهد حتى تتحمل هذه المسارعة هل نقدر نقول أنه حياة كريمة هي نقطة نظام هي توحيد قوة هي مجهود كان مشتت الحقيقة بتقوم بصحيح مؤسسات المجتمع المدني لكنه مشارزم يعني مجهود هنا مجهود هنا وبشكل فردي وبشكل ذاتي وغير منظم هل نقدر نقول أنه حياة كريمة ضمنت حالة من حالات توحيد الجهود سواء من قبل الدولة أو منظمات المجتمع المدني أو رجال الأعمال والقطاع الخاص الوزارات المختلفة هنا في حالة من حالات الحجد في اتجاه واحد والهدف أو المستهدف هو المواطن زي ما حدرتك قلت أنها كانت نقطة نظام لتجاهل طويل لأماكن كانت الأكثر احتياجا وزابت وفرقمت من مشكلات مواطنين مصرين يعني المبادرة في حياة كريمة يعني 60% من سكان القرى في مصر هذا يمثل نسبة كبيرة جدا من البشر تم تجاهل احتياجاتهم الحقيقية وبما صد أيضا في اختلالات اجتماعية قدت إلى تريه يعني تريه في المدن الكبرى وبنشوف المعاناة التي تطعينها مثلا من عواصم الكبرى للمحافظات أو حتى في القاهرة فالآن يعني الدولة انتبهت أو وضعت خطة واضحة بتصب في نهر واحد يعني هناك روافق كثيرة جدا سواء مؤسسة المجتمع المدني أو سواء الوزارات المعنية في الدولة فالصب في نهر واحد هو ده الجديد في المسألة لا يتم المسألة ضربا عشوائيا أو مبادرات وقتية لكن هناك أصبح أمامنا خطة منهجية واضحة أو خطة واضحة يعني أننا نتكلمنا عن التكلفة المستهدفة أو التكلفة المتوقعة حوالي 700 مليار هنا أنا أعتقد كل ده هيصب فيه تحديد وتحسين حياة الناس وهذا هو ما أنا نطالب به يعني جائما نحن نطالب بأحداث نوع لا نقول للرفاه ولكن على أقل توصيل الناس لمرحلة لا يعانوا فيها ولا يكونوا فيه حالة من التعب الاقتصادي أو المادي الذي يشكل يعني ضووطا إنسانية واجتماعية على الناس فالمبادرة من هذا المنطلق كان نحن مفترض نبصلها وكل يحاول بأنه هو يؤدي الأفضل ما لديه سواء من الدولة أو سواء من الأفراد حتى على المستوى الشخصي يعني المسألة مش فاصرة على أنه حتى الجمعيات الأهلية التي تكسبت تواجدها في شهر رمضان مثلا أو كده هذه المفترض يبقى حتى على المستوى الأفراد يكون لديهم خطط إذا كانوا لديهم من التستطاع أن هم يشعبوا من هم في حاجة إلى هذه المسألة نعم شوف أستاذ طلعت يعني الحقيقة أن كل تطور على الأرض لا يتبع تطور فيه ذهنية وعقلية وسلوك وأداء المستهلك أو المواطن أو المستهدف يعني لا يعول عليه إذن هل لابد من أن يتبع كل الخدمات التي تقدمها حياة كريمة أن يتبعها أيضا خدمات على مستوى النهود بالسلوك يعني عودة الزوء عودة الشاكة عودة الأناقة في تصرفات المصريين مرة تانية إحنا الحقيقة في فترة كده ضبابية عدت على مصر لغت من عندنا كثير من المفردات الجمالية لأنه أنا النهاردة لما حعمل أشياء عظيمة للغاية ولم أغير سلوك المواطن هذه الأشياء العظيمة مصرها الفناء ومصرها النهاية طبعا هتفضل فن يعني بقول زي ما حدثت بتكلمي إيه المستهدف من كل هذه المغادرات أو من يعني دور الدولة أو دور المؤسسات هي النهود بالبناء آدم الإنسان 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 أهم هدف هو تطويره ويعني تقويم سلوكياته وتحديث من أسطاره ووضعه في إطار العصر اللي هو عايش فيه يعني ليس منطقيا أنه نستفكر بطريقة الستينات مثلا أو الاربعينات أو ما لكن نحن أمام مستقبل يعني جديد فيه من التطور وفي رقمنا وفيه يعني احتكاس بعالم خارجي سيفرض أجندته بشكلها وبآخر على كل من هو موجود على البسيطة فليس مكان للضعفاء فالإنسان هو الذي سيواجه مثل هذه الأشياء الحفاظ على الهوية الوطنية نفسها هي تحتاج إلى نوع من يعني الحرس من القائمين على الإعلام وعلى التعليم ومؤسسات الاستقافة صحيح كل هذا جهود متكتفة جهود متكتفة لبناء هذا الإنسان هو لا نواجه التحديات إلا ببناء الإنسان فأنا أعتقد الشق الإنساني في أي مبادرة أو في نشر الوعي بين الناس هو الهدف الأساسي اللي هيقلل من مشكلات يعني هذا سيصبح أيضا لصالح تقويت التاولة وتقويت مؤسساتها وتقويت بناءها الاجتماعية بما يجعلنا قادرين على مواجهة أي تحديات نحن بنواجهها في الوقت الراهن أو في المستقبل كاتب الصحفي أستاذ طلعت اسماعيل شرفتنا شكرا جزيلا لحضرتك حياة كريمة ليست فقط اسم جميل لكنها أيضا إنسانيا فعل جميل ومبادرة صحيح كانت حلم لشباب البرنامج الرئاسي لكنه حلم تحقق سريعا على الأرض في كافة محافظات مصر في كافة القرى المستهدفة لكل الفئات المحتاجة والأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة أو المناطق البسيطة والعشوائية كل التحية للقيادة السياسية المؤمنة بأن الإنسان نصب عينها وهو الهدف الأساسي من كل مشروع ومن كل استثمار ومن كل تنمية تحياتي لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر